أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وفيها اقتحامات إسرائيلية لنابلس والبيري وجنين وأكثر من ثلاثة ألاف شرطين إسرائيليين لحماية مسيرة الأعلام غدا قبيلنا عقاد القمة العربية يوم الجمعة المقبل اجتماع تحضيري اليوم لوزراء الخارجية العرب وسط ترحيب واسع بوفد سوريا المشارك مبادرة سلام جنوب أفريقية لحل الأزمة في أوكرانيا وواشنطن تقول إنها لن تدعم أي مبادرة ما لم تكن مبنية على رؤية زيلنسكي أهلا ومرحبا بكم تصدى الفلسطينيون صباح اليوم لاقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي مدينة توباس في الضفة الغربية المحتلة القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا مدينة البيري وبلدة اليامون غرب جنين وكان عشرات المواطنين وأفراد من تاقم الهلال الأحمر قد أصيبوا بالاختناق لدى اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلوس ليلا لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف فيما أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاوميها تصدوا للقوات المقتحمة بصليات كثيفة من الرصاص وبالعبوات المحلية الصنع إلى ذلك أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستنشر غدا ما يزيد عن ثلاثة ألاف ومائتي شرطي تأهبا لمسيرة الأعلام في القدس واستدعوات من المقدسيين إلى مسيرة مضادة وسائل الأعلام الإسرائيلية قالت أنه سيتم تفعيل منظومة القبة الحديدية في القدس بالتزامن مع المسيرة وسط تحذيرات الفصائل الفلسطينية لتل أبيب من تخطي الخطوط الحمر حركة فتح الفلسطينية دعت إلى شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى للتصدي لمسيرة الأعلام ومواجهتها وحذرت الاحتلال من التمادي في انتهاك المقدسات الإسلامية ومحاولات إشعال حرب دينية من جهته أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن مسيرة الأعلام هي أحدى أدوات الحرب الدينية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد هوية المسجد الأقصى المبارك والهوية الفلسطينية العربية للقدس المحتلة وشدد على أنها لن تغير من حقيقة فلسطينية المدينة وعروبتها وأكد قاسم أن سيف القدس ليغمد أكد أحمد العارضة شقيق الأسير محمد العارضة أن شقيقه المعتقل يعاني وضعا صحيا حرجا وسلطات الاحتلال تمنع عنه الزيارات العائلية وقال العارضة في اتصال بالميادين أن آخر زيارة أجراها فرد من العائلة للأسير الذي دخل عامه الثاني والعشرين من الاعتقال كانت في شهر رمضان الماضي طبعا نحن بقول أن نحمد اليوم ما زال بالعزل منذ عملية نفق الحرية وهو في معزل عن الإنسانية كاملة يعني معزل عن حتى كتبه وكتيباته وكتاباته هناك اكتحام لهذه الزنزالة بضيقة بشكل يومي من مصلحة السجون هناك حكم إداري من مصلحة السجون غير الحكم المحاكمة الإسرائيلية بستة شهور إدارة في العزل هناك معاناة محمد بعاني فيها بسبب الأمراض والجيوب ومعاناة لزيارة والدته في البعد والمسافات الطائلة يقض وزراء الخارجية العرب اليوم في جدة اجتماعا تحضيريا للقمة العربية المقررة يوم الجمعة المقبل في السعودية ومن المقرر أن يتصدر جدول أعمال القمة تفعيل التعاون العربي المشترك ومناقشة القضية الفلسطينية بحسب ما نقلت صحيفة عقاذ السعودية هذا ورحب وكيل وزارة الخارجية السعودية السفير عبد الرحمن إبراهيم الرسي بوفد سوريا المشارك في الاجتماعات الدورية للقمة العربية متمنيا له كل النجاح وأشار إلى أن السعودية مدت يدها إلى الأشقاء إيمانا بأهمية العمل العربي المشترك بدوره أكد مندوب سلطنة عمان خلال الاجتماع أن مشاركة سوريا في القمة ستعطي قوة للتضامن العربي عودت جمهورية سوريا العربية الشقيقة إلى حضنها العربي إلى الجامعة العربية وهذا هو حقيقة الذي ربما يميز هذه القمة التي تنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية وهذا التعافي في الجسد العربي هو محل ترحيد من حكومة سلطنة عمان أعلن الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة على بعض المناطق التي انسحب منها أمس وسط الخرطومة إلى ذلك أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتل المدنيين من جراء الاقتتال الذي تشهده البلاد إلى 822 شخصا فيما بلغ عدد الجرحة 3215 منذ اندلاع الاشتباكات ومع دخول الاقتتال في السودان شهره الثاني احتدمت المعارك مجددا بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم بالتزامن مع المحادثات بين فريقي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السعودية ونقلع عن سكان في العاصمة أن الغارات الجوية والقصف المدفعي تصاعد بشدة في جنوب الخرطوم كما شهدت أجزاء من مدينتي خرطوم بحري وأمدرمان مجاورتين قصفا عنيفا ليلة إلى متى سيستمر الاقتتال في السودان أو بالأحرى متى سيتوقف سؤال تثيره مجددا عودة المواجهات بشكل عنيف في الخرطوم وأمدرمان في ظل أفق غير واضح المعالم لمحادثات جدة بالنظر إلى الخرقات المسجلة كل التفاصيل مع محمد أبو عبد الله شهر من الاقتتال في السودان بلا سلم قريب بالتفاوض ولا حسم بالتفوق في الأفق فالجيش وقوات الدعم كلاهما لا غالب منهما ولا مغلوب لكن المدنيين كعادتهم في النزاعات المسلحة والحروب هم المغلوب على أمرهم حتما فالخسائر في الأنفس إلى ارتفاع كلما عادت الأطراف إلى الاقتتال المسلح وذلك حال السودانيين اليوم يتوجسون خيفة من عواقب الاشتباك المتجدد بالخفيف طارة والثقيل أخرى حيث القصف لا يميز بين مدني وعسكري برغم المحادثات في جدة محادثات تقتصر على طابع إنساني في مؤشر بأن الخصمين يريدان حسما ما هما ببالغيه اليوم كما في الأيام الماضية ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية كما تحذر الأمم المتحدة ويشي الإصرار على القتال بخلفيته وهي أن الجيش وقوات الدعم يحدوهما الأمل بحسم لا محالة وكلاهما يرى نفسه الأقدر على خصمه وذاك ما يبرر في الظاهر استمرار القتال بيد أن عنصرا آخر خارجيا يضاف إلى عامل الطموح الداخلي هو الأياد الخارجية المتورطة في تفجير الخلاف ودفعه إلى نزاع مسلح بالغ التعقيد يأكل الأخضر واليابس في السودان وثمت حديث معلوم عن احتماء كل طرف بغطاء إقليمي ولعل ذلك هو ما يسهم في إطالة أمد الصراع ويجعل من الوصول إلى اتفاق أمرا عسيرا لا سيما مع الطموحات والخلافات بين البرهان وحمدتي أو بينما يمثلان من فريقين متحاربين وها هم الطرفان يتبادلان الاتهام بعد أن باتت الخرطوم مصرحا لاستهداف مقار البعثات الدبلوماسية بالاقتحام إذ ينقى في المقابل عنها كل فريق بنفسه مستنكرا حماية الشعب السوداني وحماية الديمقراطية والحرية أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي أن المجلس صوت بالأغلبية على تعليق مهام رئيس الحكومة المكلفة من قبله فتح باشاغا وإحالته إلى التحقيق كل التفاصيل مع حبيب عزدين انكماش سياسي يسيطر مجددا على المشهد في ليبيا مع إعلان مجلس النواب في بنغازي تعليق مهام رئيس الحكومة فتح باشاغا وإحالته للتحقيق فبالأغلبية صوت المجلس على توقيف باشاغا وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام الحكومة باشاغا حاول استباق قرار المجلس بإصداره تكليفا لنائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويده بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وأرسل بذلك خطابا إلى هيئة رئاسة البرلمان وأعضائه بتاريخ الاثنين المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أوضح أن خطوة تعليق مهام باشاغا جاءت على خلفية فشل الحكومة بأداء مهامها وسبق وأن عقد المجلس جلسة لمساءلة الحكومة إثر تراقم الأخطاء والانتقادات ضدها كما سبق وتم التحقيق مع وزراء باشاغا في عدد من الملفات المالية وكانت الحكومة قد تعرضت لانتقادات إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رأى في قرار مجلس النواب عبثا سياسيا ودعا إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا والاتفاق على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إنهاء المرحلة الانتقالية وأضاف أن المجلس الذي منح بشاغا ثقة في حكومة بصورة غير شفافة ها هو اليوم يصدر قرارا بإيقافه بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مريبة على حد تعبيره تعليقه مهامي بشاغا لابد وأن يؤثر بشكل مباشر على بلد يعني أصلا منها شاشة في النظام وانقصام سياسي وأمني أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق مقتلى ثلاثة عناصر مرتبطين بحزب العمال الكردستاني لدى استهدافهم من مسيرة في شمال العراق نسبتها إلى الجيش التركي وقالت المديرية في بيان إن طائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لوحدات حماية شنكال في منطقة خانة سور بقضاء سنجار مضيفة أن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الوحدات وإصابة آخر تعيش القوى العربية السنية في العراق حالة من مخاض سياسي سببه خلافات على تصدر المشهد الممثل للقوى السنية والمناطق المحررة الخلافات هذه انعكست على شكل توجه سياسي لتأسيس أحزاب جديدة بقيادة شخصيات سياسية معروفة تخوض تجربتها الأولى في الانتخابات المحلية المقبلة من بغداد عبدالله بدران مخاض سياسي آخر هذه المرة داخل البيت السياسي السني في العراق والبداية المختبرة ستكون على مستوى التحالفات قبيل الانتخابات المحلية المقبلة مخاض يتجلى واضحا في قرار شبه معلن عن خوض الانتخابات المقبلة بلا تحالفات فعزم سيشارك من دون تحالف تقدم الحليف الذي يجتمع به في مجلس النواب بعنوان تحالف السيادة هو تحالف مع قوة جديدة في صلاح الدين منطلقا من اعتماده لاستقطاب السياسي في التحالفات الانتخابية المقبلة لخلق جيل سياسي جديد أو هكذا يراد للصورة أن تكون الآن بدأ البحث على مناطق نفوذ ومناطق توسع ومساحات جديدة لذلك بدأت حقيقة معركة الانتخابية في المناطق الغربية بوقت بكر جدا أفقيا وعموديا هو الصراع السياسي فالقوة السنية التي صنفت إلى ثلاثة تيارات سياسية الرئيسة هي العزم وتقدم وعزم تتوقع بروز تيار الرابع مؤثر يتكون من نخبة أكاديمية وعشائرية تكون ساندة لبقية القوى الأقل تأثيرا أو مساحة لكن جزءا مهم من الصراع تتمحور أسبابه حول زعامة هذا البيت ليس فقط محاولة الاستحواذ على مقاعد الحكومات المحلية هناك وإنما الصراع حول الزعامة السنية وهذا بالتالي سيدفع إلى إعادة صياغة التحالفات ومع أن قادة التحالفات السياسية السنية التزموا سباة إعلاميا وهم يخوضون معارك سياسية على جبهتين داخلية في البيت نفسه ومع أشقاء الوطن ثم تم يؤكد أنه صمت إعلامي وأن حقائق الواقع ستتضح عند موعد الانتخابات أو قبلها المواجهة السياسية في البيت السني مستمرة ومتصاعدة داخليا ثمت مغذيات وإقليميا لم تنجح أي زيارة لقادة من هذه القوى في جذب تأثير إقليمي أو عربي إلى الساحة العراقية للتدخل وأحداث تغيير تم ترفض لتدخل حاليا وتم تتسويات إقليمية أكبر من الدخول في معارك جانبية عبدالله بدران بغداد الميادين وفق مجلس المزراء العراقي على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان وقرر المجلس تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية سنة ثالثة إضافية بدءا من تشرين الأول 2023 المقبل والتزام شركة سومو بتجهيز كامل للعقد القديم وزيادة للنفط الأسود إلى مليون طن بفاصل خمسة سنويا وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويا نقلت وكالة السحافة الفرنسية عما وصفته بالمصادر المطالعة أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سليمي وأوضحت أن مذكرة التوقيف جاءت بعد تغيب سليمي عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تعقد في باريس وأضاف أن ممثلي للدعاء يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال لسليمي من جهته قال حاكم مصرف لبنان أن القرار الفرنسي مبني على الكيل بمكيالين والأفكار المسبقة وأكد في بيان أنه سيطعن في مذكرة الاعتقال فاصل قصير ونعود ابقوا معنا من جديد أهلا ومرحبا بكم أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن سقف الدين العام للولايات المتحدة البيت الأبيض في بيان بعد محادثة بايدن مع قادة الجمهوريين أعلن أن الوصول الاتفاق يحظى بتأييد الحزبين ممكن إذا تفاوض الجانبان بحسن نية من جهته أعلن رئيس بجسنواب جيفن مكارثي أن من الممكن الوصول الاتفاق بشأن سقف الديون في نهاية الأسبوع إلى ذلك ألغى بايدن جولة آسيوية كان مقررا أن يجريها بعد قمة مجموعة السبع بسبب أزمة الموازنة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أعلنت أن الخزانة لن تكون على الأرجح قادرة على تلبية جميع التزامات الحكومة إذا لم يحل الكونغرس مسألة سقف الديون وحذرت من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية إن التخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية وعلى مدى السنوات القليلة الماضية عملت العائلات والشركات الأمريكية بجد لتحقيق انتعاش اقتصادي تاريخي وسيؤدي التخلف عن السداد إلى عكس كل ما تم إحرازه بشق الأنفس من تقدم وسوف يعيدون ذلك إلى الوراء أكثر مما كنا عليه أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سريل رامافوزا موافقة روسيا وأوكرانيا على وساطة القادة الأفارقة لبحث أفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ أشار رامافوزا إلى أنه اتفق مع الرئيسين الروسي والأوكراني على بدء الاستعدادات للتفاوض في هذه المسألة مع القادة الأفارقة ولما حائل اتفاق القادة الأفارقة على ضرورة تقديم المنطقة الأفريقية مبادرة سلام من شأنها إنهاء الأزمة الأوكرانية وتعليقا على ذلك اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها المبادرة الأفريقية أن تكون مبنية على الرؤية الأوكرانية للتسوية ومقبولة بالنسبة إلى كييف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد وجوبة أن يؤيد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسك المبادرة مشيرا إلى أن أي خطة للسلام ستدعمها الولايات المتحدة يجب أن تكون مبنية على أساس مبادئ الأمم المتحدة وأن تشير إلى بنود التسوية التي اقترحها الرئيس زيلنسكي قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الطريقة التي تقاتل بها كياف القوات الروسية تقدم درسا لتايوان بشأن كيفية تصدي جيش صغير لجيش أكبر منه بحسب تعبير أوستن وخلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ أكد أهمية التفويد الذي منحه الكونغرس للإدارة الأمريكية بسحب أسلحة من المخزونات وتزويد تايوان بها لقد تعلمنا عددا من الدروس المهمة من الحرب في أوكرانيا ضد روسيا وأحدها هو أنه حتى في ظل قدرات وتكتيكات وتقنيات غير متكافئة يمكن لقوة أصغر أن تبلي بلاء حسنا في الدفاع عن نفسها ضد قوة أكبر إن التفويد الذي منحه الكونغرس للإدارة بسحب أسلحة من المخزونات الأمريكية وتزويد تايوان بها تماما كما حدث مع أوكرانيا هو أمر بالغ الأهمية في جهودنا لتزويد تايوان بما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها نحن نعمل على تلك المبادرة ونأمل أن يكون هناك ما نعلن عنه قريبا أعلن وزير الدفاع روسي سيرجير شويغو أن مزاعم كييف إسقاط ستة صواريخ روسية من نوع كينغال بعيدة عن الواقع شويغو أشار إلى أن عدد الصواريخ التي تزعم كييف إسقاطها يفوق عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أصلا بثلاث مرأة أشارت الحكومة البريطانية إلى أن لندن تعتزم بناء تحالف دولي لمساعدة أوكرانيا في الاستحصال على طائرات مقاتلة من طراز F-16 الحكومة وفي بيان أشارت إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روتتي تفق في الاجتماع الذي عقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في آيسلندا على العمل معا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية في البرازيل استمعت الشرطة إلى إفادة الرئيس السابق جاير بولسونارو لعدة ساعات كجزء من تحقيق بشأن قضية إدخال بيانات كاذبة حول التلقيح ضد فيروس كورونا في نظام وزارة الصحة وأفاد موسى شارو بولسونارو بأن الرئيس السابق نفى في شهادته للشرطة ضلوعه في هذه القضية وقال للمحققين أنه لم يكن على دراية بأي مبادرات للتزوير أو الغش في بطاقة التلقيح الخاصة به وبابنته في ختام النشر هذا تذكيرا بعنوية اقتحامات إسرائيلية لنابلس والبير وجنين وأكثر من ثلاثة ألاف شرطين إسرائيلي لحماية مسيرة الأعلام غدا قبيل انعقاد القمة العربية يوم الجمعة المقبل اجتماع تحضري اليوم لوزراء الخارجية العرب وسط ترحيب واسع بوفد سوريا المشارك مبادرة سلام جنوب أفريقيا لحل الأزمة في أوكرانيا وواشنطن تقول إنها لن تدعم أي مبادرة ما لم تكن مبنية على رؤية زيلنسكي المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة